رفعت الفنانة المغربية دنيا بطمة دعوى قضائية ضد زوجها المنتج البحريني محمد الترك بتهمة العنف وخيانة الأمانة والخيانة الزوجية. وحسب مصادر فإن مصالح الأمن ستستدعي محمد الترك الأسبوع المقبلة للاستماع له حول ما نسب إليه من طرف زوجته دنيا بطمة بعدما اتهمته بالخيانة الزوجية والعنف وخيانة الأمانة بصفته مدير أعمالها. حيث تم وضع الملف لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. يذكر أن بطمة وزوجها الترك كان على خلاف منذ أشهر لأسباب لم تظهر تفاصيلها بعد إذ دائما ما ترفض التحدث حول موضوع خلافها مع زوجها في لقاءاتها الصحفية تفاديا لتدخل جمهورها في حياتها الشخصية. على عكس محمد الترك الذي سبق وخرج بمقاطع فيديو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي طلب خلالها من زوجته المسامحة وعبر عن مدى افتقاده لها ولبنتيه غزل وليلا روز. ترجمة نانسي قنقر